نرجع مرة تانية لتسعة مارس تسعة وستين واستشهاد الفريق عبد المنعم رياض وكان تاني يوم من بداية حرب الاستنزاف هو بيتفقد نتائج اول يوم اعتقد ان استشهاده كان نقطة تحول في موزين القوة على ارض المعركة طبعا هو ده اعطى دفعة قوية بعد ذلك للقوات المسلحة للانتقام من استشهاده حتى انه تم تدمير عدد كبير من النقطة التي اطلقت دانة المدفعية وادت الى الاستشهاد كان مع سيادة الفريق عمين عمرياض قائد الموقع وكان مقدم هذا المقدم هو المقدم ليون مسعد تدرس مسيحي وصيد ولكنه بعد ذلك اشترك بعد اربع سنوات في حرب اكتوبر المجيدة وكان قائدا لأحد الويت المشاة الميكانيكية ده بيدنا رسالة رسالة بان مصر نسيج واحد لا فرق بين مسلم ومسيحي وعلشان كده بنلاقي ان رمال سيناء مروية بدماء المصريين ليست سيناء فقط ولكن في حرب 48 في فلسطين كان الشهيد البطل احمد عبد العزيز الذي يسمى الضبع الاسود في حرب اليمن في حرب تحرير الكويت في سيناء من تطيرها من الارهاب والارهابيين ترجمة نانسي قنقر